قتل بين عامي 1932 و 1933 ملايين الأوكرانيين ويتحدث المؤرخون عن أن ذروة المجاعة كانت في يونيو عام 1933 إذ فقدت أوكرانيا حينها 20 ألف شخص يوميا مات في كل ساعة أكثر من ألف شخص بمعدل شخص واحد كل ثلاث ثوان كانت الخسائر الأكبر في النصف الأول من عام 1933 تحديدا بدءا من يناير وحتى يونيو اختلفت هذه المجاعة عن غيرها من المجاعات المعروفة في تاريخ العالم بالحد الأقصى من كثافة الوفيات في فترة زمنية قصيرة جدا 90% من الخسائر تعود إلى الستة أشهر هذه تبحث خبيرة السكان نتالي لفتشوك في تبعات المجاعة ووضعت بالتعاون مع زملائها من هارفورد أطلصا تفاعليا يبين أن أكبر عدد من الناس قتل آنذاك في منطقتين كييف وخاركف وتعدى المليون شخص يبين تحليل قصير للوضع أن هذه المناطق تحديدا شهدت في عام 1930 أكبر موجة احتجاجات ضد المزارع الجماعية فرضت السلطات في عام 1931 على هذه المناطق أكبر خطة لجمع الحبوب لذا بدأت المجاعة فيها مع مطلع عام 1932 رغم تخفيض الخطة لم يكن من الممكن تلبيتها ما أدى إلى تعرض الفلاحين هنا للإجراءات القمعية العقابية أكثر من غيرهم وهذا مؤشر علمي على أن المجاعة مصطنعة من الصعب تحديد عدد ضحايا المجاعة بدقة أثلف النظام الاستاليني الوثائق المتعلقة بالوفيات ووفقا لاستنتجات المعهد الديمورافي الأوكراني والعلماء الأمريكيين توفي ما يقرب من أربعة ملايين أوكراني أي 13% من عدد السكان تستند هذه التقديرات إلى ما يسمى بإعادة البناء الديمورافي حسبنا الخسائر الناجمة عن الوفيات الزائدة من خلال الفرق بين العدد الفعلي للوفيات أثناء المجاعة والعدد الافتراضي للوفيات المتوقعة في حال لم تحدث المجاعة تبين أن الفائد يشكل 3.9 مليون شخص ربعهم من الأطفال الذين لم يبلغوا سن العاشرة وحوالي 600 ألف أوكراني لم يروا النور يقول المؤرخون أن هذه الأحداث غيرت إلى الأبد التركيبة العرقية لأوكرانيا حيث وطن في المناطق التي انقرض سكانها ما يقرب من مليوني شخص من روسيا وروس البيضاء خلال فترة الزمنية التي شاهدتم فيها هذا التقرير مات في صيف عام 1933 ستون أوكرانيا ستون أوكراني ينجو عن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر